موسيقى جدل سياسي مع فضيلة الشيخ حسن الدغيم بسم الله والحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه وتبع هداه إلى يوم نلقاه الاستعانة بالععداء بين الفقه والسياسة لن ندخل في تأصيل المسألة فقهيا فذلك مبسوط في كتب الفقه ولكن سنعرض لها من جانب فقهيا آخر ألا وهو فلسفة الصراع وبداية نقول إن المشاكل المركبة لا يجاب عنها بالحلول البسيطة وهذا ما وقعنا به في ثورتنا فنحسب أن الأمر يحل بالفتوى من فقه أن هذا حلال وهذا حرام بغض النظر عن أن اجتهاد هذا الفقه فرديا كان أم جماعيا أو كان مطلعا بزوايا الموضوع المستفتى به أم كان مقتصرا على دراسة المسألة من كتب الفقه وبعد غض النظر عن عشرات المشاكل من الانحيازية والمصداقية والكفاءة وغيرها يظهر عندنا كم هائل من الفتاوى الغريبة والعجيبة والمتضاربة في قضايا الشأن العام والواقع المحموم ويضيع الناس على إثرها ومسألة الاستعانة من هذه المساعد التي وقع الجدل المسيطر حولها فمن قائل بكفر المسلم المستعين بكافر من كل وجه ومن مجوز على كافر فقط ومن مجوز على كل باغ وظالم بشروط وسبب هذا الخلاف العجيب هو النظر إلى القضية من الزاوية الاعتقادية فنظر بعضهم إليها على أنها نصرة كفر على إسلام وهنا لا أدعو إلى تقرير أصول فقهية وإنما لإجالة النظر في فلسفة الصراع في الإسلام هل شرع الجهاد لمحق الكفر أم لقطع دابر معتدين منهم وهل شرع لتعزيز الإنقسام أم لتعزيز السلم الواضح أن الجهاد والقتال شرع لدرء الاعتداء والحرابة فما زال المسيحيون واليهود يساكنون المسلمين في عقود العهد والموادعة والأمان في حين قام المسلمون بقتال البغاة والحربيين والخوارج وكلهم من المسلمين من هذه النقطة ننطلق في توصيف الصراع على أرض الشام أن هذا الصراع لم يقم لقتال الكافرين في جهاد طلب وإنما ليرد الصائل في جهاد دفع عن الحرومات المصانة وبالتالي لا ينظر إلى حال المعتدي ما هويته مسلما كان أو كافرا وهاهم قسم كبير من المسلمين يقاتلون مع بشار الأسد وفي ظنهم أنهم يدافعون عن الدين وبفتوى علمائهم وكبرائهم فعندما يفعل فصيل ما فعله بشار الأسد فيرمين بمفخخاته كما يرمين الأسد ببراميله ويقتل قادتنا وشبابنا حرقا وشنقا وذبحا كما يفعل نظام الأسد فإن الشعب مضطر لقتاله ورد صياله مثل ما يرد نظام بشار الأسد ولم يكن الإسلام يوما ما حرزا وحصانة للمجرمين فإن استطعنا رد صياله ودحر غلوائه فبها ونعمة فلا نستعين بغير أبناء ديننا وإن بقينا وبكل صراحة والانشغالنا بقتال النظام الأسد المجرم وروسيا وإيران وأنصارهما لم نستطع أن نرد بغية تنظيم البغدادي عنا فنحن مضطرون للاستعانة ولو بعدو احتمالي على عدو داهم وبعدو بعيد على عدو قريب حتى يكف عدوانا ومتى ما قلنا إن هناك فرق بين قريب وبعيد وواقع واحتمالي فهذا من مسائل السياسة التي ينبغي أن يرجع في تقديرها إلى أصحاب الأرض التي تتعرض للهجوم والصيال وكون أهل الأرض متنازعين ولا تجمعهم راية واحدة فليس الحل في تكفيرهم وتبديعهم في حال استعانتهم بعدو محتمل على عدو داهم وإنما يكونوا بمساعدتهم للوصول إلى قرار واحد ثم إن السياسية والقائد المسلم ليس مخيرا دائما بين حلال وحرام بل هو أحيانا مخير بين المحرم والأشد حرمة وبين المفسدة والأشد إفسادا وتقع على مسؤوليته اختيار الأخف فسادا ثم في حالتنا هذه أي فهم سقيم عندما ما زال الغلاة يعطونا وسامة تحكيم الشريعة لباغ ظالم مجرم يغرر بشباب المسلمين ويدفع بهم للمحارق والشريعة منه ومن تنظيمه براء وإلى متى ننظر إلى الحاكمية على أنها ساطور على يد سارق مفرغة من قيم الكرامة والحرية والعدالة والتنمية حتى يتبجح بها تنظيم مثل تنظيم البغدادي وكل ما سبق من الكلام هو بخصوص الاستعانة بغير مسلم حقيقة وليس بمسلم رماه الغلاة بمقاييسهم الخارجية بالكفر والردة نظرا لطريقة وصوله للسلطة أو إدارته لقضايا السياسة حسب ما يستطيعك الوصول للحكم بطريق الديمقراطية كما هو الحال في تركيا وإلا فإن الغلاة لم يتركوا وليتركوا لأهل الحق السلطانة ولا نصيرا إلا وكفروه وأخرجوه من الملة بقانون غلوهم وتكفيرهم نسأل الله تعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه والحمد لله رب العالم